السلام عليكم متابعي دراما سبورت بهذا الفيديو رح نعمل قرأة كأس آسيا الخيالية قرأة كأس آسيا 2023 رح نعملها بشكل مباشر بهذا الفيديو طبعا القرأة الرسمية رح تكون يوم الخميس القادم أي بعد بكرة وإن شاء الله تكون قرأتنا الخيالية أسهل من القرأة الرسمية وإن شاء الله تكون القرأة الرسمية سهلة جدا على كل حال يا شباب هذا الفيديو برعاية شركة سبور ستيشن شركة سبور ستيشن بتقدم أطقم المنتخبات العربية الآسيوية العالمية والأندية العالمية الأسعار مناسبة جدا وبتوصل لكل دول العالم بتمنى تتواصلوا مع شركة سبور ستيشن إذا حابين تحصلوا على أطقم مميزة جدا وبأسعار رائعة جدا وقبل ما نعمل قرأتنا الخيالية لبطولة كأس آسيا 2023 بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا التفاصيل سوفيا صديق العزيز بالنسبة للقرأة الخيالية اللي رح نعملها فالمستويات الأولى مستوى المنتخبات الأولى مثل القطر السعودية إيران كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان فالقرأة ما رح نعملها أي شي منتخب قطر بالمجموعة الأولى منتخب السعودية بالمجموعة الثانية اليابان بالثالثة إيران بالرابعة كوريا الجنوبية بالخامسة ومنتخب أستراليا بالثالثة الشغل رح يكون على المستوى الثاني الثالث والرابع ورح نبدأ من المستوى الثاني بأي مجموعة ممكن يحصل أي منتخب يعني ممكن أي منتخب يلعب بأي مجموعة هاي منتخبات المستوى الثاني بهذا الوعاء رح نشوف يا شباب بشكل مباشر عم نعملها نشوف مستويات المنتخبات الثانية منتخب الأردن بالمجموعة الأولى منتخب الأردن ما بعرفي سواضح أو لا على كل حال منتخب الأردن مع قطر بالمجموعة الأولى خليني أكتب مشان ما أنسى لأننا عم نعملها بشكل مباشر المنتخب الثاني بالمستوى الثاني منتخب الإمارات منتخب الإمارات بالمجموعة الثانية مع السعودية إلى الآن بصراحة قرعتنا فيها المنتخبات العربية مواجهات عربية بشكل كامل الأردن بالمجموعة الأولى مع قطر والسعودية مع الإمارات المجموعة الثالثة ولازلنا بالمستوى الثاني منتخب أوزباكستان منتخب أوزباكستان رح يتواجد بمجموعة اليابان بالمجموعة الثالثة وزباكستان عم نعملها بشكل سريع مشها ما تملوا يا جماعة لازلنا بالمستويات من المجموعة الرابعة ومن رح يلعب مع منتخب إيران المواجهة المعتادة مباراة إيران والعراق إن شاء الله إن شاء الله ما نلاقي هيك مواجهة لأن علما المنتخب العراقي إذا واجه المنتخب الإيراني فبطولات كأس آسيا دامن بيعمل نتائج ممتازة جدا لكن سبحان الله دائما القراءة عم بتخلينا نشوف منتخب العراق مع منتخب إيران منتخب سلطانة عمان مع كوريا الجنوبية بالمجموعة الخامسة كمان اعتدنا على رؤية منتخب عمان نعم بيواجه منتخب كوريا الجنوبية بشكل مستمر آخر منتخب بطبيعة الحال رح يلعب مع المنتخب الإسترالي من المستوى الثاني منتخب الصين منتخب الصين بالمجموعة السادسة وبذلك يا جماعة انتهينا من المستوى الثاني والمستوى الأول بطبيعة الحال قسمناها بشكل مباشر من دون أي قرعة نروح يا جماعة للمستوى الثالث المستوى الثالث فيه عدة منتخبات بما فيها منتخبنا منتخب سوريا أنا شايف من المجموعات إلى الآن متوازنة خلونا نشوف المجموعة الأصعب البحرين المجموعة الأولى هي مجموعة عربية خالصة يعني البحرين بمجموعة قطر والأردن كيف شايفين المجموعات إلى الآن يا جماعة المواجهة العربية طبعا المنتخبات العربية مشاركة بشكل عدد كبير يعني لذلك ممكن نلاقي بهيك نفس هالمجموعات سبحان الله لبنان بيئة المجموعة الثانية السعودية والإمارات واللبنان يعني الظاهر رح نشوف عدد كبير من المنتخبات العربية عم بتواجه بعض البعض لازلنا بيئة المستوى الثالث والمجموعة الثالثة فيتنام فيتنام مع اليابان وأوزباكستان المجموعة الرابعة من رح يواجه إيران والعراق إن شاء الله مو سوريا يا رب فلسطين منتخب فلسطين بالمجموعة الثالثة اللي رح يواجه ممكن يواجه فيها منتخب العراق وإيران باقي منتخبين منتخب سوريا منتخب سوريا بالمجموعة الخامسة كوريا الجنوبية وسلطانة عمان وسوريا يعني كوريا الجنوبية أكيد يعني الأوفر حظا ومنتخبنا ممكن ينافس منتخب عمان المجموعة الأخيرة استراليا الصين وقرغزيستان يعني مجموعة كمان ما فيها منتخبات عربية كمان يعني المنتخب الأسترالي كعبه رح يكون أعلى بهالمجموع منروح يا جماعة للمستوى الرابع والأخير بالقرعة الخيالية اللي عم نعملها كمان يعني فيك تعملها بالبيت وتكتب لنا بالتعليقات شو طلع معك مجموعة منتخبنا أو مجموعة باية المنتخبات المستوى الرابع والمجموعة الأولى منتخب ماليزيا أو المنتخب غير عربي بالمجموعة الأولى إذن قطر الأردن البحرين وماليزيا المجموعة الأولى مجموعة ممكن تكون سهلة للمنتخب القطري المجموعة الثانية منتخب السعودية الإمارات ولبنان وأندونيسيا منتخب أندونيسيا بالمجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة اليابان، أسباكستان، فيتنام، وطاجكستان يعني فينا نقول هاي المجموعة تاجكستان مع اليابان، أسباكستان، وفيتنام بقى ثلاث منتخبات المجموعة الرابعة إيران، العراق وفلسطين وهونغ كونغ يعني المنتخب العراقي بتذكر لعب بالتصفيات مع منتخب هونغ كونغ فبالتالي ممكن تكون المواجهة أسهل يعني إلى الآن المجموعات أنا شايفها متوازنة ممكن أصعب مجموعة هي الأولى كون فيها ثلاث منتخبات عربية أوية المجموعة الخامسة كورة جنوبية، سلطانة عمان، سوريا، والهند يعني حلوية مجموعتنا حلوة يا جماعة يعني إذا مجموعة سهلة المجموعة السادسة أستراليا، الصين، قرغزستان وتايلاند منتخب تايلاند مجموعة صعبة لأن دخل فيها منتخب تايلاند مع منتخب الصين وقرغزستان إذن يا جماعة هاي هي المجموعات اللي طلعت معي مجموعات خيالية بطبيعة الحال يوم الخبيث القادم رح تكون المجموعات الرسمية المجموعة الأولى قطر، الأردن، البحرين، وماليزيا المجموعة الثانية السعودية، الإمارات، لبنان، وأندونيسيا المجموعة الثالثة اليابان، وزباكستان، بيتنام، وطاجكستان المجموعة الرابعة إيران، العراق، فلسطين، وهونج كونج المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية، عمان، سوريا، والهند المجموعة السادسة استراليا الصين برغزستان وتايلند بكل صراحة بتمنى تكون هاي المجموعة مجموعتنا في أمل انه نعمل شي بهاي المجموعة علما منتخب كوريا الجنوبية قوي منتخب سلطنة عمان بنفس مستوى منتخبنا فينا نقول لكن الهند هي الأقل وممكن حتى ما نتأهل من دور المجموعات بشكل عام انتوا حابب أسمع آراء الجميع حول هاي القرعة الخيالية والقرعة الرسمية رح تكون يوم الخميس وكمان بتمنى تعملوا نفس هاي القرعة بنفس هاي الطريقة بالبيت وتكتبوه بالتعليقات بأي مجموعة اللي عم انتخبنا تمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة توقعاتي لمباريات الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي اسي ميلان انتر ميلان ما بظن انه رح نشوف تغيير بالتشكيلة كارلو أنشلوت يعودنا على ثبات التشكيلة ما في مفاجآت بشكل عام بحراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع مكون من روديغر ألابا بظهير اليسار كامافينغا ظهير اليمين كاربخال بخط الوسط الثلاثي لوكا مودريش توني كروز بالفيردي وبخط المقدمة رح نشوف فينيسيوس كريم بنزيمة ورودريغو يعني هاي هي التشكيلة اللي أنا بشوفها متوقعة بمباراة الدور نصف النهائي ميليتاو ما رح يشارك بالدور نصف النهائي بمباراة الزهاب والغيابات ممكن سيبايوس غائب عن الريال بس بشكل عام الريال ما رح يطلع من هاي التشكيلة ما بظن يعني هذا الشيء بالنسبة لمانشستر سيتي كمان التشكيلة ممكن تكون فيها نوع من الصعوبة أنا رايح باتجاه بأن ممكن يلعب وولكر مكان آكي بس ممكن نشوف طريقة الثلاثة خمسة اثنين اللي بيلعب فيها غواردولا بهذا الموسم تحديدا بس إذا شفنا فيه تغيير ممكن يكون تغيير آكي مكان وولكر أكتر من هيك ما رح يتم فيه تغييرات ايدرسون بحراسة المرمس بس خط الدفاع بالإضافة لخط الوسط دي بروين رودري وغاندوغان بخط المقدمة غريليش هالاند وبرناردو سيلفا هاي هي التشكيلة اللي بشوفة متوقعة بالنسبة لمانشستر سيتي وها هي التشكيلة المتوقعة بالنسبة لريال مدري اشتركوا في القناة